موسيقى حالة من الحزن بيعشها الفنان والمطربة المصرية سمسم شهاب هذه الأيام حيث قاشف في الساعات الماضية عن تعرض أخيه لأزمة صحية شديدة ودخوله إلى العناية المركزة في الأيام الماضية بالإضافة إلى إصابة زوجته بمرض السلطان وبدء تلقيها العلاج وبكلمات حزينة طالب المطرب الشعبي جمهوره بالدعاء لزوجته والشقيق حيث كتب عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك وقال تردت كثيرا قبل كتابة هذا البوست لأني لم أعتد على أن أتكلم عن حياتي الخاصة لكني أكتب لأني محتاج لدعوات الجميع أخي الكبير الحاج رضا شهاب في العناية المركزة منذ أكثر من أسبوع وحالته غير مستقرة زوجتي وأم أولادي وحبيبتي وشركة عمري أصابها المرض اللعين وبعد الفحص وتحديد كيفية العلاج ومدته تناولت الجرعة الأولى منذ ثلاثة أيام وهي في حالة جسمانية صعبة جدا أحتاج دعواتكم فأنا والله والله في قمة الألم أخي وروحي وابن دمي زوجتي وحبيبتي وأم أولادي لكن الحمد لله أحتاج أن تدعو لهما بالله عليكم فقط دعواتكم لعل فيكم من هو أقرب إلى الله مني ليستجيب له المولى عز وجل اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطفة فيه يا رب وتفعل عدد كبير من الجمهور ومحب الفنان سمسم شهاب مع المنشور وحرصوا على الدعاء له بالصبر وأن يشفي أخيه وزوجته ويعينهم على ما أصابهم وأن يتخطوا أزماتهم الصحية بسلام الجدير بالذكر أن الفنان سمسم شهاب قد حل مؤخرا ضيفا في برنامج خط أحمر على قناة الحدث اليوم وتحدث عن العديد من الموضوعات المتعلقة بالأغنية الشعابية والسبب كره المهرجانات بالإضافة إلى أنه حمل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر مسؤولية إخفاء هوية الأغنية الشعابية في هذا الزمن حيث قال انتقاد للفنان محمد رمضان نصيحة منه له عشان مش عايزه يخسر مؤكدا أن نقيب الموسيقيين هو المسؤول عن ما يحدث الآن في الوسط الفنية مشيرا إلى أن الفنان هاني شاكر له تاريخ فني وكبير كل التمنيات بشفاء العجل لأخيه ولزوجاته وأم أولاده بإذن الله